وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان لأحداث أي تغيير مناسب للدول وذلك لتحقيق أمال الشعوب وقدرة الدولة على تحقيق الأمن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة اوعد تطلبه من الدولة دي أنها تتقدم أبدا لن تتقدم وده نموضوع بعملش دعوة وجهة زي هي خطة هو استهداف هو عدم وعي الناس أنا مليش دعوة في النهاية بقول الحالة التي تصنب بها بلدنا استقرار أو عدم استقرار فيها استقرار يبقى فيه أمل ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل ما حدش حيجي ما حدش ما حدش من حتى القطاع الخاصة اللي هم مواطن البلد لو جلت وقلت له تعمل مشروع عندك يقولك لو كانت البلد مش متطمن لها أروح بلد تانية دي فلوس والناس بيتخاف على فلوسها أرجع تاني أقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والأمن ترجمة نانسي قنقر